اشتركوا في القناة وفيها دقائق تفصيلية وفيها خطوط عامة وغير المختص تكفيه الخطوط العامة وبما أن الكثير من الذين كتبوا في الرد حول الشبهات المثارة عن السنة قد تعمقوا وفصلوا وتكلموا عن دقائق الأمور فقد تشكل كتبهم على غير المختصين ممن يقع في مقدمات هذه الشبه فأظن أن كتاب السيد يحاول من خلاله أن يعالج هذا الأمر كتبه بصيغة مبساطة سهلة الفهم حاول أن يعالج الشبه المثارة ضد السنة لا من خلال كتاب أو كتابين فقط وإنما من خلال معايشة ومحاورة مباشرة لهؤلاء المشككين والمنكرين للسنة جملة أو بعضا منها وقد أبرز في الفصول الأخيرة عن جمالية علم الحديث والتي جمع من خلالها ما بين الإبراز والرد على الشبه في آن واحد فإن أغلب الشبه تتم عن جهل أو فهم فاسد فمن خلال العرض الصحيح يرتفع الجهل والذي هو مؤذن بزوال فساد الفهم وسوف يطمئن القلب وهو يرى مجهودات علماء الحديث في حفظهم للمرويات وعنايتهم بها وتشددهم في قبولها وتمحيصهم لها لقبول صحيحها وفصله عن سقيمها دقة في التوثيق قد لا تجدها إلا في هذه الأمة والكتاب ينقسم إلى قسمين الأول هو إثبات ركائز السنة من القرآن والإجماع والتواتر وأثبت من خلالها أن الوحي لا ينحصر في النص القرآني فقد ينزل وحي ولا يكون آية واستذل على هذا من خلال القرآن نفسه فآيات تغير القبلة تدل أن هناك قبلة قديمة أمر المسلمون بتوجههم نحوها ولكن لا تجد هذا الأمر في القرآن أين الآية التي أمرتهم بالتوجه نحو بيت المقدس فليست كل الأوامر والنواهي وردت في القرآن والقسم الثاني في نقد أصول منكري السنة وهنا لا يناقش أعيان الشبه فحزب وإنما ينتقد المنهجية لأن المنهجية هي الأصل التي سوف تولد الشبه ولو ثبت بطلانها لما استطاع البعض أن يلج من خلالها مثل ذلك الاستدلال بالأحاديث الضعيفة والأحاديث الصحيحة التي هي ظنية الدلالة في إثبات تناقض السنة مع العلم الحديث فلو قلت أن لا يستدل إلا بحاديث صحيح قبل الاعتراض أو بقراءة شروح العلماء لبعض الأحاديث قبل الاعتراض لك فيت المؤونة ولم احتجت للرب على سيل كبير من الاستدلالات الخاطئة هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين